السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة تكبيرة الإحرام بداية ذكر لنا العديد من العلماء كيفية أداء تكبيرة الإحرام بناء على الأحاديث النبوية التي وردت في القرآن الكريم والتي وردت في الأحاديث المختلفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بداية وهذه الطريقة للصلاة بأن تكبيرة الإحرام تكون برفع المصلي يده نحو منكبيه أي أنت هذه أطراف أصابع المصلي أعلى أذنيه الإبهامان فبالتالي يحاذيان شحمتي الأذنى والدليل على هذا الكلام وهذه التعليمات ما روي عن الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم بأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يده حتى تكون حذوة منكبيه فبالتالي يدل ذلك الأمر على هذه الطريقة الصحيحة التي ذكرتها لكم وأفرتها لكم وأتمنى لكم حصلتم على الفائدة